بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف العنبياء ومرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى الله عليه وسلم أجمعين في المحاضرة دي احنا هنشوف مع بعض الأوبريتورز أو العلامات احنا شوفنا مع بعض واستعرضنا في المحاضرات السابقة الأساسيات الخاصة باللغة التاج المستخدم علشان نقدر نكتب بكود الجوبا سكريبت اللي هو السكريبت تاج الفرق ما بين السكريبت تاج في انك انت تستدعي الفايل خارجيا او انك تكتب كود انترنلي داخل الصفحة ازاي شوفنا مع بعض أهم الأنواع اللي موجودة في اللغة نفسها واستخداماتها شوفنا مع بعض فروقات كتير في شرح الآلية اللي بتعمل بها هذه الأنواع من البيانات ودلوقتي هنشوف مع بعض العلامات او الأوبريتورز العلامات هي عبارة عن رموز او مجموعة من الكلمات الكيووردز اللي لها أهمية كبيرة جدا في تشكيل الكود بتاعك وانت بتكتبه لان وانت شغال هتعتمد عليها كثيرا جدا في منها اللي بيطلع لك مجموعة من النتائج زي مثلا العمليات الرياضية فتستخدم فيها علامات رياضية في منها اللي بيخلي البرنامج يمشي بطريقة او اتنين او تلاتة او اربعة حسب الشروط اللي انت هتحطها زي مثلا العلامات المنطقية في منها اللي بيعمل عمليات على سبيل المثال assignment او ان احنا نحط على سبيل المثال قيمة معينة لمتغير معين بطريقة ما فالعلامات في الجواسكريبت شأنها شأن اي لغة موجودة مهمة جدا ولازم نشوفها مع بعض اهم ما في المحاضرة دي ان انا هشرح مع بعض بصورة مبسطة كيفية استخدامها لكن علشان نقدر نعرف علميا ازاي العلامات دي في بعضها بتشتغل في الباكسين او في الخلفية او انت شغال اللغة بتتعامل معها ازاي ده ان شاء الله باذن الرحمن انا هتكلم عنه بطريقة مبسطة لكن هعمل ملف فورد وبالفعل انا قمت بانشاء هذا الملف علشان احط مجموعة من القيود او الخوارزميات التي تقوم اللغة باستخدامها علشان تعمل عملية اتمام في استخدام لهذه العلامات طبعا الناس هتوه وحتبدأ تفهم ليه ليه التعقيد ده كله لانه في الغالب انت لما تيجي تدرس اي لغة ببرمجة كل اللي يتعرفه دايما عن العلامات العلامات اللي هتشوفها قدامك البسيطة في المقارنة او في عملية الجامعة او الطرحة او الضربة او القسمة لكن ايه اللي بيحصل في مورقة ذلك ده انت ما تعرفوش طب هل فعلا يهمك انك تعرفه اه فعلا طب ايه هو السبب الرئيسي السبب الرئيسي انك وانت بتستخدم العلامات قد يحدث ان انت كاتب مجموعة من المتغيرات على سبيل المثال جماعت ما بين متغير رقمي ونصي او انه انت جماعت ما بين متغيرين وانت معتقد انه هما الاتنين ممكن يكونوا ارقام في الحقيقة مثلا واحد منهم كان نص وانت ما تعرفش ايه اللي حصل وبالتالي انت بتبدأ تفهم اكتر ازاي اللغة بتستخدم العلامات وازاي فعلا انت تكتب الكود بشكل صحيح وتبقى عارف او متوقع الناتب بتاعك سيطلق ازاي اول العلامات اللي هنشوفها مع بعض العلامات دي سميت يونري لانها بتستخدم فقط على قيمة واحدة يعني ما يسمى باوبراند واحد فقط اوبراند انصر ممكن يكون رقمي ممكن يكون نصي اي نوع من انواع البيانات اللي انت ممكن تشتغل عليها وبالتالي بيكون في الغالب العلامات اليونري عبارة عن علامة الناقص الماينس علامة الزائد اللي هي البلس الدبل بلس اللي هي اتنين بلس ورا بعد الدبل ماينس اللي هما الاثنين ناقص ورا بعد وعلامات اخرى تستخدم ولكن لن نقوم بشرحها الان لان هي علامات منها ما هو منطقي ومنها ما هو خاص بالبيتوايز اوبريشنز ودي عمليات دائما بتكون ذات الصيلة مع الارقام البايناري في ناس يمكن ما تعرفش ازاي الارقام البايناري بيتم القيام بعمليات عليها فهنأجلها مؤقتا لغاية لما ان شاء الله اشرحها في ناس طلبت مني ان انا اشرح البيتوايز اوبريشنز وان شاء الله انا هخصص لها وقت بامر الله الاسبوع القادم في ان انا اشرح محاضرة كاملة عن البيتوايز اوبريشنز والاوبريتورز الخاصة بيها في الجافا سكريبت ويمكن كمان تكون مشابهة في بعض اللغات الاخرى برضو بالنسبة لليونيري اوبريتورز في عندي الديليت اوبريتور الفويد اوبريتور والتيب اوبريتور وحد دي نبزة بسيطة عن كل واحد فيهم علشان الناس تعرفهم باختصار الملتبلكياتيف اوبريتورز ليه العلامات الخاصة بالضرب والقسمة او بواقي النواتج القسمة على سبيل المثال زي علامة الضرب اللي هي علامة النجمة علامة القسمة اللي هي علامة قسمة رقم على رقم اخر او عنصر على عنصر اخر والموديولوس بتاعي اللي هو باقي ناتج قسمة رقم على رقم اخر بمعنى مثلا ان انا اقول رقم معين عايز اقسمه على رقم تاني زي مثلا 9 على 2 انا عارف انه 9 على 2 المفروض انها تديني اربعة في الغالب نيني اتنين أربعة بتمانية لكن أنت حتقول لي لا هي أربعة ونص هي فعلا حقيقة أربعة ونص لكن لما أقول التسعة على اتنين فيها أربعة أربعة هو الرقم الصحيح ويتبقى في هذه الحالة واحد ده هو الموديولس اللي هو باقي ناتج القسمة من عددين وبالتالي هل لي أهمية؟ أوه فعلا لي أهمية كبيرة ويمكن حنشوفها مع بعض في أكثر من مثال لما بيكون أنت أحيانا عايز تعرف إيه هو المتبقي زي مثلا لما أقول لك إيه أنا عايز أعرف لما نيجي نقسم الثمانية وعشرين كتاب دول على الثلاث طلاب دول كل واحد يوم حيخل كام كتاب ويتفضل في الآخر كام كتاب فحتيجي تقول لي أنا أعرف أنه الثلاثة في تسعة بسبعة وعشرين لو طرحتهم من الثمانية وعشرين حيتفضلوا واحد إذن الباقي هنا هو الواحد وهكذا طيب علشان نبدأ نشوف مع بعض ونستعرض عمليا هذه العلامات تعال نشوف مع بعض استخداماتها حقيقة إحنا عارفين طبعا إن إحنا وإحنا بنكتب الكود بتاعنا لازم بيكون العلامات لها علاقة بالبيانات اللي نستخدمها لما قلنا يوني ريوبريتورز العلامات دي زي ما قلنا بتستخدم على قيمة واحدة يعني مثلا على سبيل المثال لما أقول variable x بيساوي واحد وأقول مثلا زائد x زائد x معناها إيه؟ معناها plus ليه علامة البوزيتف يعني موجب x يعني واحد في الحقيقة ده اللي أنت بتشوفه لكن لو x عبارة عن قيمة غير رقمية على طول العلامة بتاعتي اللي هي علامة البلس فقط مفردة بتقوم بتحويل القيمة التي تليها إلى قيمة رقمية تعال نجرب مع بعض لو قلنا مثلا بلس محمد على هذي الشكلة إيه اللي حصل؟ اللي حصل إنه علامة البلس دي هي هيها بالضبط أكنك استخدامت number casting function اللي احنا شفناها مع بعض اللي هو constructor function built in number اللي إحنا لو كتبنا فيها محمد بهذه الطريقة حتدينا إيه؟ حتدينا نوت number لأن هي مش قادرة تلاقي نهائيا طبعا أي قيمة لمحمد إصلا ما إحنا كنا شفنا استخدامات number conversion أو تحويل أي نوع من أنواع البيانات إلى numbers نفس الكلام لو أنا استخدمتها مثلا على سبيل المثال على pullian زي true في هذه الحالة هايديني إيه؟ هايديني واحد طب لو أنا استخدمتها على false هايديني إيه؟ هايديني zero يعني البلس هنا بتقوم بنفس العملية بالضبط اللي بتقوم بها number casting function طب والمينس نفس الكلام بس بعد ما بتحول القيمة لو ما كانتش رقمية إلى رقم بتبقى بالسالب يعني مثلا لو قلنا سالب واحد هي سالب واحد لو قلنا سالب محمد هايديني على طول إيه؟ نوت number طبعا نوت number ليست بالسالب طب لو قلنا سالب true هايديني إيه؟ سالب واحد لأنه حول true الأول إلى رقم ما يوازيه هو واحد وبعدين إداله علامة السالب فأصبحت سالب واحد يعني أنا مثلا رياضية لو قلت سالب true في اتنين أكدني بقول سالب واحد في اتنين يدينا سالب اتنين وهكذا وبالتالي اليونري اوبريتورز البلاس والمينس الاتنين بيدوا معنى للرقم في الغالب ولكن إذا كانت القيمة التي تليهم ليست رقمية يقوم أحداهما بتحويل القيمة إلى مراضفها بالرقم أكدني باستخدم النumber casting function بالزبط وبعدين باخد القيمة دي وحاولها إلى ما هو قيمة موجبة أو قيمة سالبة طيب بالنسبة بقى لعلامة البلاس بلاس والمينس مينس عبارة عن إيه؟ عبارة عن ما يسمى بالإنكريمنت أو الديكريمنت الزيادة أو النقصة طيب نشوف مثال حقيقي مع بعض لو إحنا جينا قلنا إنه variable y بيساوي اتنين عارفين طبعا إنه لو كتابنا وي حيقولي اتنين لو إحنا قلنا إنه y بيساوي اتنين تعال نكبر مع بعض كده شوية لو قلنا بقى إنه إحنا عايزين نزود واحد على y أو ننقص واحد من y وتبقى قيمة y الأخرانية هي قيمة y الأورانية نزاقد الواحد أو ناقص الواحد أنت بتعمل إيه في الغالب؟ على طول بتفكر تقول إيه؟ لو أنا قلت إنه y بتساوي اتنين طب ليه ما قلش إنه y بتساوي y زاقد واحد يعني أكني خدت قيمة y حاليا جمعت عليها الواحد بقى مثلاً اتنين زاقد واحد بيساوي تلاتة ورجعتها تاني للواي إذن y هنا بتساوي تلاتة فبالتالي لو جيت قلت وواي حيقولك تلاتة لكن في الحقيقة هناك طريقة أبسط بكثير لو قلت مثلاً وي بلس بلس هيدي لك إيه؟ تلاتة لكن لو جيت تقول وي دلوقتي حيقولك أربعة اللهم أنا فيها حاجة كده تلغبطت فيها ليه يا محمد؟ طيب نجرب كده تاني قلنا مثلاً وي مينس مينس باربعة لو جينا نشوف وي دلوقتي بقى بيكان بتلاتة الله إيه اللي حصل مش أنت بتزود واحد وبتنقص واحد وكده طب ما تفهمنا أنا حافية بحضرتكم علامة بلس بلس ومينس مينس بتقوم بعملية الانكريمنت الزيادة أو الديكريمنت وهي النقصان ولكن هناك ما يسمى بالبوست فيكس أو البريفكس أوبريشنز يعني أن العملية تقوم بإتمام نفسها أولاً قبل أي عملية أخرى أو تنتظر حتى إتمام كافة العمليات في الجملة ثم تقوم بتطبيق نفسها برضو متلغ بطنة أنا هقول لحضرتكم بمنتهى البسطة أنا هقول مثلاً على سبيل المثال أنه أنا عندي وانا أفترض Y++ وهمت عامل كده ليه إداني ثلاثة؟ أنا هقول لحضرتكم هو دلوقتي في الكنسول هيقول لي اطبع Y وبعدين زود عليها واحد لذلك لما تجي تبص على Y تاني هتلاقي Y بتساوي أربعة نفس الكلام لما أقول Y minus minus ودوس Enter هنا أكلني بقول له إيه؟ اطبع لي قيمة Y فهيقول لي Y دلوقتي قدامي كده كده قام بأربعة بس في الحقيقة بعد ما تبع أربعة عمل عملية إيه؟ تنقيص للقيمة بمقدار واحد لأنك فعلاً لو جيت تبص على واحد لها بكام؟ بثلاثة ده كده بيسمو إيه؟ ده بيسمو بوست فكس لأنه العلامة بلس بلس أو ماينس ماينس أتت بعد القيمة وبالتالي لو في أي عملية رياضية على سبيل المثال أكنك بتقول Y زائد ثلاثة إيه اللي يحصل؟ يقول لك Y بإيه؟ Y بستة لو جيت قلت بقى مثلاً أنا أسابي المثال Y بلس بلس زائد ثلاثة تتوقع الناتج هيكون إزاي؟ هيكون كالآتي هياخد الأول قيمة Y اللي هي حالياً بكام؟ بثلاثة ويجمع عليها الثلاثة ويديك ناتج بستة بس العملية اللي بعد كده اللي هو لسه منتظرها أنه يزود على قيمة Y واحد وبالتالي هتبقى Y بكام؟ بأربعة ده بيسموه بوست فكس لأن انت حطيت العلامة بعد المتغير بتاعك أو القيمة بتاعتك وانت محتاج كده أنك تتم العملية أو السطر البرمجي كامل وبعدين تزود واحد أو تنقص واحد لكن لو سبقت العلامة المتغير نفسه البريفيكس بقى زي مثلاً بلس بلس واي هنا هيقول لك خمسة على طول من غير ما تفكر لأنه هو هيعمل للعملية دي قبل عملية أخرى يعني أنا مثلاً لو جيت قلت بلس بلس واي زائد اثنين هنا هيجمع الخمسة هيحط عليها واحد تبقى ستة زائد الاثنين يديك كام بقى تمانية لو قلت مينس مينس واي بلس الاثنين هنا هيقوم جاي طارح من قيمة الواي اللي هي ستة دلوقتي خمسة ويزود اثنين تصبح كام؟ تصبح سبعة وهكذا وبالتالي هذا هو الفرق ما بين بلس بلس و مينس و مينس هل هناك استخدمات عملية حقيقية؟ نعم هناك استخدمات عملية حقيقية كثيرة للإنكريمنت أو الديكريمنت هنشوفها مع بعض لما نوصل لمرحلة اللوبس أو التكرار التكرار شيء وارد جداً جداً في عالم البرمجة ويستخدم كثيراً وبالتالي أحياناً بتبقى عايز تزود دايماً بعض المتغيرات بمقدار واحد أو تنقصها بمقدار واحد وهكذا وده الشيء زي ما قلت لحضراتكم مهم جداً طيب أنا هنا دلوقتي زي ما حضراتكم شفتوا كده معايا ببص لا عرفت كده إنه أنا عندي اليونيري أوبريترز بتستخدم فعلاً على متغير أقيمة واحدة بس ودي حقيقة زي ما حضراتكم شفتوا أنا هنا استخدمتها على Y في الغالب اللي هو المتغير بتاعي اللي هو اسمه Y لذلك هي سميت يونيري لأنها بتستخدم على أبراند واحد بس ده الأبراند بتاعي يعني أنا على سبيل المثال لو قلت مثلاً والله افترض إنه أنا عندي عملية زي X زائد Y ده كده أبراند رقم واحد وده الأبراند رقم اثنين وده كده في عالم برمجة بيسموه إيه إكسبريشن وبالتالي لما نجي نبص مع بعض حنلاقي إيه؟ حنلاقي إنه إحنا فعلاً استخدمنا العلامات اليونيري اللي شفناها على أبراند واحد فقط برضو من العلامات المهمة علامات مثلاً فقط زي علامات الـ أو type of أو delete يمكن إحنا أخذنا نبزة عن type of قبل كده وهو كي ورد مشهورة جداً علامة بتدينا دايماً النوع الحقيقي الخاص بالإيه؟ بالقيمة بتاعتي أو بالمتغير بتاعي على سبيل المثال لما جاء أقول مثلاً type of X هيقول لي إيه نمبر لأنه أنا أصلاً X في الغالب هنا في الأفوق عرفته على إنه إيه واحد اللي هو رقم لو جيت مثلاً قلت type of فاكرين null يدينا كام يدينا إيه؟ على طول object زي ما حضرتكم عارفين لو قلنا مثلاً type of سي مثلاً Z هيقول إيه؟ لأنه أصلاً Z مش موجودة على هذه الشكلة لو أنا جيت عرفت المتغير اللي هو اسمه Z ده بالكيفية دي بس مدلتوش إيه؟ مدلتوش أي قيمة وقلت برضو type of Z يقول لي إيه؟ يقول لي برضو undefined ليه؟ هو هنا declared زي ما حضرتكم عارفين بهذه الشكلة بس unenationalized زي ما اتفقنا لن نعطي له قيمة حتى الآن وحتلاحظ معي هنا إنه أداني undefined كإيه؟ كعلامة وهنا كنص طب ليه؟ عشان يفرق لك إنك هنا لما تجي تبص على دي على طول مغير ما تفكر ده أصلاً متغير مش موجود إنما ده متغير موجود ولكن لم يأخذ قيمة حتى الآن وهكذا طيب برضو بقى من العلامات اللي عندي علامة مثلاً زي علامة void إن شاء الله حبالتوكم مقالة جميلة جداً عن العلامة void العلامة void من العلامات اللي بتستخدم علشان تخلي الإكسبريشن ما يرجعش أي ناتج بالمرة على سبيل المثال هندي مثال حقيقي في بعض الناس اللي تشتغل HTML و CSS تيجي دايماً تبص تلاقي كده رابط مكتوب بهذه الشكلة تلاقي كاتب لك مثلاً على سبيل المثال إيه؟ HTTP أو أنا أسف link بالمنظر ده كده href وتلاقي كاتب لك javascript code avoid بصفر كده بالشكل ده بهذه الكيفية تيجي تسأل نفسك الكود ده شفته كتير قوي قوي لكن عمري ما فهنت معناه ليه بقى void ده عبارة عن operator اللي هيكون موجود قدامه ده بهذه الكيفية داخلياً جوا هنا أيماً كان من عمليات أيماً كان من عمليات حيريتيرن حيريتيرن بالنسبة لإيه undefined حاجة مش موجودة يعني أيماً كان من عمليات بتطلع نواتج هو مش هيرجعها بالمرة وحدي بعد كده إن شاء الله أمثلة حقيقية على void operator وكيفية استخدامه يعني مثلاً أنا ممكن أعمل على سبيل المثال لينك زي ده يعمل submit لform فورم من لفورمز يعمل submit لفورم من غير ما يرجع أي ناتج بالمرة على سبيل المثال وانا افترض زي نقول مثلاً document.forms مثلاً of 0.submit وانا افترض دي لو كانت مثلاً كل ده على بعضه عبارة عن ناتج ممكن يكون فيه ناتج معين من المثود أو الفونكشن دي لكن void هتمنع نهائياً إنه يبقى فيه أي ناتج يرجع زي ما حضراتكم هتشوفه وبالتالي ممكن رابط زي ده يعمل submit لفورم يعمل submit لفورم ولكنه مثلاً إمبوت من النوع submit جوا فورم معين في ال HTML بتاعي وهكذا ال delete بقى operator واحد من برضو العلامات المشهورة جداً وبيستخدم في الغالب مع ال object زي مثلاً لو عرفت object من النوع ده بيهزيل قيمة object مثلاً وفيه خاصية اسمها name وقيمتها بتساوي واحد لو انا حبيت استخدمه بيستخدمه على ال object زي مثلاً delete object بالمنظر ده اهو بهزيل كيفية object اهو معي طبعاً delete هنا بيستخدم لاغراض معينة زي ان انا احذف object معين او property معينة على سبيل المثال وان شاء الله برضو هنشوف استخدامات اكثر ليه لما نوصل للجزئية الخاصة بالobject في هذه الحالة احنا كده فهمنا مع بعض ايه هي وازاي بتستخدم كعلامات على قيم مفردة فقط لا غير نخش وبعد بقى على العمليات الحسابية وعندي هنا نوعين من ال operators عندي ال multiplicative operators وال additive operators هنا العلامات زي ما قلت لحضرتكم عمليات الضرب والقسمة والموديولاس وهنا طبعاً عمليات الجمع والطرح ولما حضرتكم هتبصوا هتعرفوا بقى هنا ان هنا بنستخدم اتنين operant مش operant واحد لانه في واحد منهم قبل العلامة وواحد منهم بعد العلامة زي مثلاً انا اجي اقول واحد زائد اتنين بيساوي كام تلاتة اربعة ناقص خمسة بيساوي كام سالب واحد ستة في تلاتة بيساوي كام تمنتاشر اتنين على واحد يساوي كام اتنين طب تسعة موديولاس اتنين يدينا كام واحد لان احنا قلنا اتنين في تمانية اتنين في اربعة في تمانية ويتفضل كده ايه من باقي القسمة الواحد طب دي كده العلامات المعروفة علامة الجمع علامة الطرح علامة الضرب علامة القسمة متغيرات مثلا زي var x بيساوي 10 var y بيساوي 5 y في x 50 y ناقص x بيساوي 5 y على x بنص لأنه 5 على 10 بنص مثلا x على y ب2 طب x باخر كسمة من x على y طبعا صفر لأنه 10 على 5 ب2 على طول طب مثلا x زائد y بكام و15 كل دي العمليات الرياضية اللي احنا عارفينها طبعا زي ما قلت لحضراتكم احنا بنبص دايما على العلامات وبنشوف الأنواع المعروفة أرقام في الغالب انا هستخدم أرقام مع العلامات زي العلامات الرياضية زي المرتبليكاتيب أو الأداتيبز لكن هل يمكن انه يصدف أو تبقى عايز تعرف انه ممكن الجوفا سكريبت تعمل ده مع متغيرات ليست رقمية نعم هناك الامكانية انا حضرت هنا document اعتقد ان هو موجود هنا عندي من شوية هو document ده how operators are applied in javascript حطيت فيه كيفية هذه التطبيق هذه العلامات في الغالب ولسه بكمله مع انواع البيانات غير الرقمية وحيهمني جدا ان انا اكمله مع معظم ان ما كانش كل العلامات المختلفة مع اختلاف الانواع اللي موجودة لان ده مهم جدا ان انت تهرفه فتيجي بقى تقول ايه انا كده لو حبيت اجمع مثلا واحد زي يديني كام او ايه اللي بيحصل واحد زي يديني اتنين طب هو عمل ايه بالزبط في الحالة اللي زي دي في العمليات الحسابية في الغالب هو بيحول دايما اللي قدامه الى ما يوازيه من ارقام بالتالي لما تجد بص مسلا على سبيل المثال وانا افترض لما تقول محمد كده زي احمد المفروض يديك ايه محمد احمد طب هو عمل هنا ايه هو هنا استخدمها كأنه جمع النص ده على النص ده وده شيء مختلف ما كانش مفروض ابدأ بالمثال ده تعالا نخليها مثلا محمد زائد 3 ايه اللي حصل هنا برضو نفس الكلام يعني هو عمل ايه هو هنا خد العلامة بتاعتي اللي هي الزائد وقام جاي عامل عملية الكونفرجن وقام محول الثلاثة الى ما هو نص وبالتالي كده جمع النصين على بعض لو جينا مثلا نقولنا على سبيل المثال 3 زائد ونفترض مثلا 0 يدينا كام يدينا 3 طب هو هنا في الحالة دي بقى عمل ايه بص عن المتغيرات لايه ان المتغير 3 والمتغير التاني او الابرند التاني عباره عن 0 وبكده هو جاب number 0 حصل على صفر وهنا 3 زائد الصفر يدينا كام يدينا 3 3 فهنا لما نيجي نبص مع بعض على العامات اللي زي كده هنلاقي انه في مجموعة من الرولز بيتم اتباعها دايما علشان تعرف ازاي هو بيجمع اوبرند من نوع على اوبرند من نوع تاني ازا كانت المتغيرات نصية هيجمع النصين على بعض ازا كانت المتغيرات عبارة عن نص ورقم هيحول الرقم الى نص يعني على سبيل المثال لو 3 كانت الاول زائد محمد بعد كده هيديني برضو 3 ومحمد كنص كامل على بعض ازا اي المتغيرات نص كده هو حول لنص طب نفترض انه هو كده بدأ بنص على سبيل المثال بس حطي بعضيها على سبيل المثال true هيعمل ايه محمد و true اذا كده انا لو هاتت مثلا محمد تاني اهو زائد undefined بهذه الشكلة محمد undefined على طول كده اي المتغيرات اي اي اوبرند انا اسف واحد من الاتنين نصية هيحول التاني الى مراضف النصي على طول على سبيل المثال ناخد متغيرات تانية مثلا true زائد false اده انا واحد عمل ايه هو في الحالة ايه حول الاتنين من الارقام حول الطرف الاولاني الرقم قيمته بواحد والتاني رقم قيمته بصفر جماعة وعلى بعد طلع ايه طلع الواحد طب مثلا true زائد not a number قالك ايه not a number على طول not a number رقم special في الجواسكريبت معروف حطه في اي عملية بياضية هيطلعلك دايما النتج ايه not a number طب مثلا ناخد امثلة اخرى ايه ناخد مثلا المراضي ايه احنا عندنا stringات صح string مثلا لا خلاص string عرفنا عندنا booleans وعندنا مثلا null undefined null مثلا زائد undefined بذي الشكل ادينا ايه ادينا not a number ليه حول لي كده بعد اذنك على سبيل المثال number of null هيديك zero طب حول لي number of undefined كده بهذه الشكلة هيديك not a number خلاص حول الاتنين على طول الى ايه ارقام جامع not a number على ايه على الصفر معروف على طول هيطلع ايه هيطلع not a number لان not a number تتحط في اي عملية رياضية على طول تطلع لك وهكذا طبعا كل لما هطلعوا تجرب في مجموعة البيانات المختلفة هيطلع معاك نتائج وانا ان شاء الله هعمل عملية اعداد كاملة جميلة ومبسطة لكيفية استخدام هذه العلامات مع اكثر من نوع من انواع البيانات لو قلنا مثلا حاجة زي قلنا افترض var object بهذه الشكلة كده بيساوي object بس مش فاضي هنقول مثلا انه name او مثلا age 34 كده تعال بقى اجمع لي مثلا وانا افترض تعال اجمع لي ايه اجمع لي واحد زائد object اللي موجود قدامي ده هيديك كامل هيديك واحد object الاثنين مع بعض كده عمل ايه في الحالة دي بقى ايه اللي حصل على طول ام حول الابرند الاولاني والابرند التاني الاثنين الى ما يوزيهم من نص لانه في الغرب انت لما تيجي تبص object ده متغير من النوع كائن معروف كائن يعني انا مقدرش احصل على قيمة مباشرة منه لانه مش نوع primitive او بدائي او اولي ليس قيمة واحدة قد يحتوي لأكثر من قيمة داخله فعلا انا عندي خاصية اسمها مثلا age 34 ممكن هو بيعمل ايه بقى بينادي اما على value of وديه method مشهورة جدا جوا object وديه هتطلع لي object نفسه او حينادي بعدين على طول لو ما طلعنوش قيمة الى to string زي ما احنا شفنا بالظلط في المحاضرات السابقة وديه هتطلع لي نص هو object object وفي الحالة دي هتبقى الواحد موجودة زائد النص وبكده معروفة انه نص زائد رقم هتطلع على طول نص كامل على بعض شف بقى انا حارجت الكاية بسيطة جدا ومهمة جدا في الحالة اللازعية نفترض بقى بس دي يعني انا ايه انا هتقدم شوية بحاجة احنا لسه ما تكلمنش عنها بس هعمل حاجة جميلة انا هعمل تغيير بسيط في الvalue of function بتاعة المتغير انا اسف اللي هو الobject ده هخليها ترتيرن this dot الage مثلا بادي الشكل بس كده معي انا لو قلت object dot value of هيديني 34 المرات داني كام 34 لو جيت انا جمعت واحد زائد الobject المرات هيديني كام بقى 35 اذا هذا ما يثبت كلامي انا بس حبيت اعمل بس trikia بس كده هي احنا لسه موصلش للمرحلة دي بس عشان افاهم الناس ايه اللي بيحصل لما يحصل مثلا عملية جمعة او ضربة او قسمة ما بين متغير وما بين متغير بدائي يعني scalar type او primitive type زي اوليات اقام نصوص زي ما احنا شوفنا كده و reference type صبعا اللي هي زي object على سبيل المسال ايه اللي بيحصل الobject على طول بينادي على method بتاعته اللي هي value off لو طلعت له قيمة حيستخدمها لو ما طلعت له قيمة ورجعته نفس object بينادي على to string ودي ايه ودي method تانية وهي كذا يعني احنا لو جينا مثلا عنديش اي امكانية نهائية ان انا نادي عليها لان انا ايه شلت definition بتاعها لو قلت له مثلا return this بعزيش شكلة اهو بصوا كده معايا حيرجعلي نفس الايه نفس object اهو طيب شوف عشان تتأكد بس لو ما انا مثلا جيت قلت المرة دي بقى object dot to string دي عبارة عن function انا بهذه الشكلة اهو تعال بقى اجمعلي واحد زائد object بهذه الكيفية حيديك 35 ليه ايه اللي حصل نادي على value of الاول اللي هي ان هي رجعته نفس object مش هي عمل اي حاجة خالص اما رح نادي على to to string وهكذا طيب جميل جدا الكلام ده حال دلوقتي بقى احنا هنشوف مع بعض زي ما شفنا بالضبط العمليات الخاصة بالجمع والطرح والضرب والقسمة على مختلف العناصر نشوف مع بعض ال equality operators هنا في مجموعة من الخوارزميات اللي بتستخدمها اللغة علشان تقارن العناصر في الغالب لما بيكون العناصر بتاعتي على سبيل المثال عناصر رقمية او ما هو رقم في الاول او في الاخر بتبقى العملية سهلة جدا انه نقول مثلا يساوي او لا يساوي دي حاجة معروفة اتنين بتساوي اتنين اه اتنين بتساوي تلاتة لا هل تلاتة لا تساوي اربعة اه هل خمسة لا تساوي ستة اه هل خمسة لا تساوي خمسة لا لان خمسة فعلا بتساوي خمسة وهكذا ال equality operators بقى عليها موال شوي لكن هي سهلة جدا واستردمتها بسيطة واللي بيحصل بيحصل كالقاتي دايما انت لما بتيجي تقارن بتقارن في الغالب زي ما احنا قلنا في البرمجة حاجات بسيطة زي ارقام دا في الغالب بالنسبة تقريبا 99.19% انما هل يمكن مقارنة مجموعة عناصر مختلفة ببعضها اي نعم طب هنا بيحصل ايه بقى بيحصل الاتي علامات ال equality operators اللي هي المتساويات يجب ان يكون الاوبراند الاولاني مساوي للاوبراند التاني او لا يساويه او يساويه في القيمة والنوع او لا يساويه في القيمة او النوع وهكذا ايه اللي بيحصل بقى في اللغة بالزلط بقى دول اسمهم equality operator وun equality operator يعني يساوي يساوي او لا يساوي يعني الاوبراند اللي قبل العلامة لازم يساوي الاوبراند اللي بعد العلامة اما عمنا دا الاوبراند اللي قبل العلامة لا يساوي الاوبراند اللي بعد العلامة عشان يرجع لي ايه انه فعلا هزي العملية true على سبيل المثال هنا بقى الابران ده وده بيسمه بالستريكت ايكواليتي او الايدنتيكال ايكواليتي يعني لازم على طول يكون العنصرين من نفس النوع وبعد كده نبقى قرر للقيمة عشان هتأكد ان كانوا شاه بعض ولا لا انما على طول هو لو لقى انه العنصرين مش من نفس النوع ما بيفكرش اصلا يعمل اي حاجة وعلى طول يرجع لك فولس يقولك لا لتنيموا شاه بعض بالمرة فبالتالي الاولاني ده بياخد وقت شوية لانه الاول بيعمل عمليات تحويل لو كان الابراند الاولاني لا يساوي في القيمة الابراند التاني يعني مثلا بيقارن سترينج برقم او بوليان مثلا بأوبجيكت وهاكذا تعال تشوف مع بعض لو انا جيت هنا على سبيل المثال تعمل كلير كده بصوا معي لو انا جيت هنا مثلا على سبيل المثال قلت ايه قلت انه تلاتة بتساوي اتنين حيقول لي ايه فولس على طول لانه انا بصيت على التلاتة والاتنين لاتنين ارقام انا كده بالنسبالي اهم حاجة عندي نتأكد انه انهما في الغالب حاجات ممكن اقارنها حاجات ممكن اقارنها فبالتالي لو جيت بصيت تلاتة والاتنين للتلاتة والاتنين لا بيساوي بعض لا او مش بيساوي بعض صح كده فتلاتة بيساوي اتنين لا فبالتالي اتجعلك ايه فولس لو قلت له تلاتة بتساوي تلاتة هيقول لك ايه true حلو الكلام ده طب لو انت بقى جيت على سبيل المثال وان لافترد تعمل مثلا مقارنة ما بين true بيساوي واحد هيقولك true ايه اللي حصل في الحالة اللي زي دي بقى؟ هنا بقى الخوارزمية الخاصة بالجوفا سكريبت اللي بتستخدمها انترنالي او داخلية من غير ما انت تشوف ولا تعرف اللي بتستخدمها كيفية تحويل الاوبراند الاولاني او التاني ايام منهم بقى على حسب ما هي بقى بتفكر بقى او مترتبة صح ان واحد منهم لازم يكون من نوع التاني يعني مثلا ممكن تقول انا حول number of true الى واحد وبالتالي number of true اصلا كده كده هتديني ايه؟ هتديني واحد وبالتالي واحد هيساوي واحد ولا لا هيقولي ايه؟ هيقولي true يبقى كده العملية ايه؟ سهلة طبعا هو في الغالب وده يهم جدا انك تعرف ازاي انترنالي العملية دي بتتم يعني ايه اللي بيحصل؟ هي عملية شوية يعني ممكن نقول عليها بالنسبة للمتدئين معقدة معقدة فعلا لكن انا بس حوريكم مثال بسيط جدا جدا لان هي خوارزمية موجودة داخل اللغة نفسها وهي اللغة بتستخدمها علشان تعرف ازاي تقارب ما بين المتغيرات دي فاتعالا مثلا نقفل الكونسول بس ثانية واحدة هنا وانا هنا في الموقع الرسمي بالنسبة للغة نفسها انا عارف ان هو معقد بجد يعني لكن انا احابب بوريكم ايه اللي بيحصل بس فقط على السريع انك لو جيت تبص مثلا هنا على سبيل المثال تعالا نشوف هنا بسم الله الرحمن الرحيم بالإيكواليتي أوبوريتورز مثلا اهيه هنا بيحزي الشكلة اهو شوف هو بيعمل عملية الإفليويشن ازاي بيعمل عملية الإفليويشن بيحزي كيفية اهو دي الخوارزميات اللي هو بيستخدمها علشان يقدر يعرف الإيكواليتي جاية ازاي طبعا هو في الغالب عنده اربع خوارزميات انا عايز اجيب دي واحدة منهم وديه التانية وديه التالتة وديه الرابعة في حالة لما بيكون مثلا سيم فاليو انترنالي ايه اللي بيحصل ده انترنال كومباريزون ابستراكت اوبوريشن سيم فاليو يعني يكون الاكس والواي الاتنين مشابهين لبعض بالزبط بتحصل ازاي لو الطايب اوف اكس مختلف عن الطايب واي بيرجع فولس مثلا على سبيل المثال وانا افترض انا جيت هنا وقمت مثلا كاتب true بيساوي object بيزيل كيفية كده اهو فولس لو مثلا محمد محمد مثلا بيساوي مثلا علي بيزيل كيفية فولس بس الاتنين دول من نوع ايه واحد وديه احنا رفض لوقتي طب لو قلت مثلا null بيساوي undefined هل هيحصل الكلام ده فعلا بقى؟ هل تشوف مع بعض قالك ايه true؟ هنا الاتنين ذو قيمة واحدة طب ايه بقى للاخباط اللي حصلت هنا بقى دلوقتي؟ بيروح هنا يستخدم الخوارزمية بتاعته الخاصة بالإكواليتي واللي هي الأبستراكت إكواليتي كومباريزون ودي زي ما حضركم هتشوفوا معايا بتمشي كالقاتي يقولك انه الكمباريزون بتوين العنصر اكس والعنصر واي لو اكس هو هو نفس الواي بيعمل ايه؟ لو هما الاتنين نفس الـ type بيستخدم الستر ايكواليتي كومباريزون اللي هو بس بيتأكد إن القيمة دي بتساوي القيمة دي لنه عرف إنه عين واحد يعني مثلا واحد بيساوي واحد واحد رقم وواحد اللي في الناحية التانية رقم بيقوم جاي بيتأكد بقى هل القيمة هنا هي هي قيمة هنا يقولك اه طيب يقولك بقى إيه طيب ودي فعلا اللي حصلت معانا حالا أهي؟ نقول له Undefined طيب الحالات التانية If X is Undefined و Y بنال برضو رجعت له طيب If type of X لو قيمة X number و قيمة Y عبارة عن نص بيقوم عمل إيه بقى الباشا بقى بيقوم جاي واخد X زي ما هي حاطتها ويحول Y إلى A إلى number تعال نجرب مع بعض كده هل الكلام ده حقيقي ولا لأ لو أنا مثلا قلت واحد بيساوي محمد هيديني إيه false طيب إيه اللي حصل بقى هنا هتبص هنا هتلاقي قولك إيه Return the result of the comparison to number أنا آسف Return the result of the comparison X to the number واي الله 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 طب ليه هو الـ false هنا لأن إحنا عارفين على طول لما نيجي نحول محمد إلى number هنستخدم number of محمد وفي الحالة دي هتديني إيه نقط number ومعروفة أن واحد بيساوي نقط number مستحيل طبعا لاتنين قيمتهم مختلفين نقط number ده أصلا عبارة عن special number أو رقم خاص في الجوابس كيت ومش بيساوي أي رقيمة رقمية نكمل مع بعض يقول لك إيه لو X عبارة عن boolean سواء كان true أو false وإنت جيت بصيت يعني واحد منهم عبارة عن إيه أي من البرانز عبارة عن boolean مثلا كان X يبقى على طول Return the result of the comparison الأول حوالة عن boolean ده إلى رقم وقارنه ب Y نفس الكلام لو Y هي لبوليان برضو حوالة Y دي إلى رقم وبعدين قارنها بإيه ب X طيب لو X عبارة عن رقم أو string أو symbol and type Y is object يعني أنت بيقارنها بobject يعني بيقارن string أو number أو symbol بobject then return the comparison كالقاتي حطي لي X زي ما هي اللي هي string أو number أو symbol وبعدين حطي لي to primitive دي بقى شوية حتبقى غلثة يعني مش هينبقى الشرحة دلوقتي بس سريعا كده هو هيحولها إلى primitive أو القيم الأولية لهذا الobject وطبعا دي عملية داخلية internalي بتتم ولو حابين تطعمق علميا أكتر ممكن تقولوها هنا undefined بتتحول لundefined null بتتحول لنull boolean بتتحول لboolean وهكذا لكن هي عملية شوية معقدة فنطلع بقى بره بره التعقيد ده لأنه الناس كده هتبدأ تتهمين يبقى احنا كده عرفنا أنه أنا ممكن أستخدم يساوي يساوي لا يساوي بكل سهولة مع أي من الأنواع مش فقط الأرقام بس أنا حبيت أشرحها علميا أكتر إيه اللي بيتم داخليا في اللغة عشان تتعمق توسع مدركة أكتر وتفهم إزاي اللغة بتشتغل لو حصل معاك خطأ ما بتقدر تعرف مثلا بتقارن ولنفترض رقمين وطلع أن أنت بتقارن بالصدفة رقم بنوطة نمبر والناتج طلع مش زي ما أنت متوقع ليه؟ عشان أنت أكيد طبعا هتعرف باستخدام type of الله ده ده رقم وده طلع النوطة نمبر الله طب إيه اللي حصل دلوقتي؟ معروف أن ما قدرش قارن رقم بنوطة نمبر على سبيل المثال أو لما أجي أقارن مثلا string بإيه؟ بعنصر تاني في حاجة بقى تانية اللي لما نيجي نقارنها زي مثلا النصوص بالذات بقى زي مثلا محمد أهو وعلي على سبيل المثال إيه اللي بيحصل زي ما احنا قلنا؟ أعرف أنه على طول بيبص يقول لك إيه؟ stringات هو على طول بيستخدم النظرية الخاصة بيه في أنه هو يحول على طول string يلاقيه إلى نمبر طيب بص بقى معي أنا دلوقتي عايز أعمل إيه؟ أنا دلوقتي عايز أعمل شرح بقى للstrict equality للstrict equality أسهل بكتير من الإيقواليتي ليه بقى؟ لأن الstrict صارمة جدا ويمكن أنا بستخدمها كتير قوي ومعظم برمجين بيستخدمها كتير قوي لأنه عايز يتأكد من النوع والقيمة ليه من النوع والقيمة؟ أصلا triple equal لازم يكون الاثنين أبراند اللي بيتقارنوا من نفس النوع يعني لو رقم بيقارن رقم نص بيقارن نص لذلك هو ما بيبصش على النوعين مش بيعمل type conversion مش بيعمل تحويل من نوع إلى نوع تاني زي ما احنا بنعمل كده في الإيقواليتي العادية لأ يعني دي ممكن تسميها lose equality ودي سميها strict equality نكتبهم كده مع بعض عشان الناس تعرفها أهي lose equality ودي اللي بعديها سميها strict equality بها زي الشكلة وبالتالي لما تكتبص بقى هنا هتلاقي إيه؟ هتلاقي إنه هنا هو مش بيبص بقى على النوع في الأول ونوع في الثاني عشان يحاولهم إلى ما يمكن مقارنته ببعض اللي ما عندوش هو الكلام ده ومش فاضي هو عايز تأكد إن الاثنين من نوع واحد وفي الحالة دي بقى يطلع لك رقمين لذلك أنت دايما بتستخدمها في الغالب جدا علشان تتأكد إنه النوع والقيمة بتاعتك اللي أنت عايزها هي كلقاتي زي ما أنت حطيتها بالضبط ينسى أن تيجي تقول إيه؟ تيجي تقول محمد كنص بيساوي محمد true هل محمد بقى في الحالة دي بيساوي علي لا ليه؟ دي حنشوفها مع بعض دلوقتي طيب لما تيجي مثلا تقول true بيساوي object على طول من غير ما تفكر false null بيساوي undefined اه إحنا خلاص عرفناها undefined بتساوي null في القيمة لكن هل في النوع بتساويها؟ على طول من غير ما تفكر false وها كذا بالنسبة بقى للنصوص إيه اللي بيحصل ده؟ أنا هقول لك لما نوصل للrelational comparisons علشان هتعرفه أكتر من نفسك أوتوماتيكيا طب لما نيجي نبص هنا هنبص على relational operators relational operators احنا نطينا منفقية على طول relational operators عبارة عن إيه؟ مقارنة معناها ببص إيه إيه هي؟ علاقة ده بدا هل هو أكبر من؟ هل هو أصغر من؟ هل هو أكبر من؟ أو يساوي؟ هل هو أصغر من؟ أو يساوي؟ وعلى طول برضو نفس الكلام تأكد أنه relational لها برضو مجموعة من القواعد اللي برضو JavaScript تستخدمها علشان تقارم ما بين عنصرين وبعض على سبيل المثال يعني مثلا ما تجي تقول هل true أكبر من 2 أو 1 أنا أسف؟ لا طب ليه؟ لو حولت أنا مثلا number of true إلى 1 يبقى 1 ليست أكبر من 1 على طول هل true أكبر من أو يساوي 1؟ نقول لك إيه؟ true طبعا ليه؟ لأنه number of true بواحد واحد أكبر من أو يساوي 1 آه واحد أكبر من أو يساوي 1 وهكذا تعال بقى بص على مثلا مقارنة زي مثلا سترينجات بالمنظر ده كده أكبر من علي هل محمد أكبر من علي؟ آه إزاي بقى حقارن نصين ببعض في واحد يقول لك أنت مجنون إحنا عارفين إن الأرقام بتقارن ببعضيها أكبر من أصغر من هل يمكن مقارنة بين أنواع أخرى؟ آه ممكن مقارنة بين أنواع أخرى وده بسيطة جدا زي ما قلت لحضراتكم وشوفناها بعض بس إيه اللي بيحصل بقى مثلا في النصوص بالذات النصوص بالذات إيه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل كلاتي لما تجد بص هنا هتلاقيه يقول لك إيه بقى أولا هو بيشوف النصين هل هم نصين ولا لأ؟ آه بيشوف بعد كده هل عدد الحروف متساوي؟ وبعدين كمان بيشوف الإيه الكاراكتر كودز يعني مثلا وعند نفترض على سبيل المثال خلينا نقول محمد وعلي لو خلينا مثلا إنه محمد وعلي دول نفس العدد الحروف زي محمد دي عبارة عن سبع حروف أو تمن حروف وعلي ده مثلا عبارة عن علي علي واحد واحد كده تمن إيه؟ تمان يوم هل محمد أكبر من علي؟ ولا لأ؟ عشان ده مهم جدا لأ محمد مش أكبر من علي اللي احنا كدبنا في الآخر دي طب ليه بقى؟ الام اللي قدام حضرتكم دي لها كاراكتر كود معين لو رحنا على الأسكي تيبل اللي هي مجموعة الأرقام التي تمثل الرموز التي نطبعها على الشاشة أي من كان نوعها هنلاقي إنه كل واحد منهم ليه رقم معين هتلاقي مثلا على سبيل المثال إنه الام سمول بتاعتي اللي هي في الغالب هتبقى هنا رقمها 109 ده الكاراكتر كود الرقم بتاع الام سمول بتاعتي ولو جينا بصينا في الناحية التانية هنلاقي إن إحنا عندنا علي حرف الام سمول اللي هو سبعة وتسعين طب لو أنا جيت دلوقتي خليت بدل علي دي خليتها مثلا حرف الام اللي هو ييجي بعد الام بعد الام هل علي أو محمد أكبر من ان بهذه الكايفية؟ لا ليه بقى؟ لما تيجي بقى الصراحة تاني إنه ام هي ليست أكبر من ان فعلا لإنه ام عبارة عن مية وتسعة ان عبارة عن مية وعشرة طب لو أنا صغرت دول برقم واحد بس أو رقمين أو حاجة زي كده إيه اللي يحصل؟ برضو بفولس نفس الكلام اهو ام هنا ليست أصغر من ايه؟ من ان واحد كذا فإيزا هنا دي المقارنة اللي بتتم وإزاي بتحصل على أنواع مختلفة زي مثلا زي ما شفنا مثلا حضراتكم هنا في الايه؟ في سرينجات أكبر من أصغر من أكبر من أو يساوي أصغر من أو يساوي العلامات دي مهمة ودي اللي هتشوف فعلا ليه؟ مثلا إفرد انت عايز تقول ايه؟ لو المستخدم كتب لي في حقل البنات بتاعي 11 اعمل حاجة معينة لو أصغر من 11 اعمل حاجة تانية لو أكبر من 11 اعمل حاجة تالتة إزا إزاي انت هتكتب أصلا الشرط ده؟ إزاي انت هتقارب ما بين رقم وقيمة المستخدم اللي كتبه لك أو بعثه لك أو قيمة معينة وقيمة تانية أو هتسويهم ببعض أو هتجمعهم أو هتترحهم كل ده من خلال الايه؟ العلامات تيجي بعد كده بقى للعلامات اللوجيكل وطبعا علامات اللوجيكل مهمة جدا معظم الناس لدرسة ببرمجة معتقدة انه اللوجيكل أوبراتورز اللي هي and or not لازم يرجع يا true أو false في الحقيقة ده مبيحصلش في الجوفا سكريبت ليه؟ لأنه مش دايما شرط انه يرجع لك إما true أو false تعال نشوف مع بعض الكلام ده حقيقي ولا لا احنا لما نقول true أو false بنقول فعلا binary مع معروفة true أو false يعني يا صح يا غلط طب ايه العلامات المنطقية؟ العلامات المنطقية اللي انت بالبنطق كده لما تشوفها تعرف تيجي مثلا تقول ايه؟ حاجة عند حاجة يعني ايه حاجة عند حاجة؟ يعني بالآخر كده احسنها معي انا لو جيت قلت لك ان انت بتقدم الوظيفة والوظيفة دي بتقول لك انك لازم يكون معاك خبرة خمس سنوات في المجال لازم حلو كده يعني ده الشرط لازم يكون true ولازم يكون معاك خمس اعمال سابقة على سبيل المثال اذا لو قلنا انه الشرط الاولان يتحقق and الشرط التاني يتحقق يبقى كده الناتج كله اجملا ايه؟ true اذا true and true بيساوي لو جينا اقولنا انه احنا عندنا على سبيل المثال الشرطين بس المرة دي جاء الوظيفة موجودة ووحد تاني من المتقدمين عنده شرط منهم true وشرط تاني ايه؟ مش true false وهو بيقول لك هنا الزام دي والزام دي يعني لازم دي تكون true ولازم دي تكون true اذا true and false انت لست مقبولا اذا true and false بتساوي ايه؟ false وبالتالي false and true برضو بتساوي ايه false وبالتالي برضو false and false بتساوي false اذا اذا كان الابراند اللي قبل العلامة على طول والابراند اللي بعد العلامة زي ما حضراتكم حتشوف معايا كده اذا كانوا الاتنين دول مع بعض وانا افترد تعققوا قيمتهم بترو ايه احنا كده بنتكلم ايه؟ بنتكلم صح اذا كان واحد منهم false او كلاه هما false في حالة الـ and اذا على طول الناتج دايما يكون ايه؟ يكون false وبالتالي لما تيك تبص معايا هنا على سبيل المثال هتلاقي مثلا ايه؟ true and true يجيك على طول true true and false يجيك ايه بقى؟ false طب واحد and 7 يجيك ايه؟ true ليه؟ انا عايز اعرف ليه؟ لانك لو حولت بوليان off واحد هيديك ايه؟ true لو حولتني بقى بوليان off 7 هيديك ايه؟ true true and true بيتسوي true طب لو انا قلت مثلا بص بقى محمد and عليه عليه object and محمد اهو اللي بيحصل هنا ده لما عديش object طب تعالي نعمل bar object مثلا بيساوي object بهذه الكافية اهو وقلت object and and محمد هيديك ايه؟ محمد طب لو خليت محمد في الاول على سبيل المثال وجبت object بعد كده هيديك ايه؟ object يبقى ثانية واحدة بقى كده بقى لما تيجي تبصة هتلاقي ايه؟ حتى انو object لو جا في الاول ايما انكاننا هيجي بعديه بيرجع العنصر التاني يعني مثلا لو قلت object and true هيديني true لو قلت object and false هيديني false لو قلت object and نقول مثلا واحد واثنين من عشره هيديني واحد واثنين من عشره على طول كده من غير ما اتفكر طب لو قلت واحد واثنين من عشره and object هيديني ايه؟ ال object على طول طبعا الحالات دي انت مش هتستخدمها حقيقة كدير ويديه يمكن نادر جدا بس لازم تعرف انه زي ما انا قلت بالزبط ال and بتاعتي انا باستخدمها مش شرط يكون اللي هيطلع قبل العلامة ده هو true واللي بعد العلامة ده هو true ممكن يكون نوع ونعطني خالص ممكن تكون بتقارن ما بين متغير وما بين boolean ممكن تكون ممكن يكون البوليان ده بوليان حقيقي زي true or false واللي قبل العلامة ده مثلا string رقم سميه زي ما تسميه على هذه الشكلة وبالتالي دي علامة ال and ال or بقى نفس الكلام زي ما حضركم هتشوفه هنا هو بيقولك اما ده يتحقق او ده يتحقق ما هي معروفة يعني مثلا اقول ايه؟ والله عايز تشتعل عندنا اما يكون عندك خبرة خمس سنين او عندك خمس اعمال سابقة فيقوم اقول لك ايه؟ والله انا عندي واحدة منهم يبقى انت مقبول عندي اما دي او عندي دي؟ مقبول عندي الاثنين مقبول لكن او ما عندكش الواحدة فيهم مجيش عشان جانسة موها منطقية logical يقول لك ايه؟ والله انا عندي دي والعندي دي يعني منطقيا كده فكر فيها حياة حتتقبل ازاي يعني وبالتالي صميت بهذه الشاكلة ليه؟ لانه منطقيا انت بتفكر بيطلع لك ناتج اما خطأ او اما صواب تستكمل على احدهما ايه؟ العمليات التي ستقوم بها وبالتالي لما تجد بص مثلا تقول 1.2 or false يديك ايه؟ true كده كده في الاقول فراخه يديك ايه؟ true طب هنا هنا مدك كام؟ واحد واثنين من عشر يبقى على طول انا فكرت كده مش شرط دايما يرجع لي ايه؟ والشرط دايما يجعلي true or false وادي الواحد واثنين من عشر قدامه على هذي الشاكل وبالتالي هنا بقى زي ما قلتلكم تذكر دائما انه الناتج اللي بيرجع من المقارنات المنطقية باستخدام العلامات and or على هذي الشاكلة ليس شرط دائما ان يكون true or false ليس شرط بالمرة ليس شرط بالمرة انما ايه علامة النقط بقى؟ النقط دي ليه على العكس عارف اكينك بتعمل ايه؟ اكينك بتقول مثلا ايه؟ not true عكس true بالفولس طب not false طب مع عكس الفولس بايه بال true طب لما اجينا اقول مثلا not واحد يدينا كام يدينا false تعال بقى اقول لي بعد اذنك ايه اللي حصل فاهمني بقى عشان اعرف يعني اصلا هي ال operator اللي انت شفتو في الاول ده برضو بيصنف unary 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 لانه اقول unary لانه هو فعلا بيستخدم على خيمة واحدة not not وحط لي البرند بتاعك طب هنا ايه اللي بيحصل بقى اكينك بالزبط مثلا جيت قلت عكس النوع بتاعك عكس النوع بتاعك اللي هو ايه؟ انه مثلا لو جيت تقول مثلا one love third boolean off الواحد يدي ايه؟ مش يدي true طب not true بايه؟ بفولس وصلت في بعض الاحيان لو انت عايز تستخدم ما يشابه البوليان called structure function ممكن تستخدم اتنين not يعني اكينك مثلا بتقول اتنين not واحد دي اكينك بالزبط بتجيب الايه؟ البوليان equivalent يعني مثلا او او المراضف لقيمة بتاعتك بالبوليان اكينك بتستخدم الايه؟ البوليان اكينك مثلا بتقول boolean off واحد not مثلا محمد بهذه الشكلة يديك ايه؟ يديك true لانه اصلا not محمد تديك ايه؟ تديك false لانه هو بيحول الاول محمد الى boolean لو قلنا boolean off محمد بهذه الشكلة يديك ايه؟ يديك true لو قلنا not نص فاضي يديك ايه؟ ليه؟ لانه اصلا احنا عارفين ان البوليان او في النص الفاضي فقط يدينا false عكس false يدينا ايه؟ يدينا true وهي كزا نكز علي دي بقى ان المهمة جدا 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 ان اكتر الحاجات اللي هتستخدمها في بناء الشروط وانت شغال في جملك وانت بتكتب الكود بتاعك العلامات مهمة جدا 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 فهنا بقى انت عرفت البوليان and or not يتبقى شيء مهم جدا وهو ما يسمى بال short circuited short circuited logical operators اللي هي and and or ليه short circuited انا هقول لحضراتكم بقى اللغة ما بتتعبش نفسها لو جات مثلا على سبيل المثال وان اقترد بتيجي... اه اه انا اسف حطت لها انت مثلا شرط زي true and true بتعمل هي ايه؟ لو هي لقيت الشرط الاولاني بترو او الجزء الاولاني بترو الاولاني بتبص حالتاني لو لقيته false خلص خلصت خلاص كده ايه لو قولنا مثلا true and true and false تتوقع هتديك ايه في الاخر؟ هتديك false لانه true and true بtrue and false خلاص ايه اللي حصل بقى؟ بتبص الاوبراند الاولاني تلاقيه بtrue تعدي تبص الاوبراند التاني تلاقيه بtrue تعدي تبص الاوبراند التالت تلاقيه false خلاص لو في اي اوبراندس بعد كده مش هتبصلها اصلا وبالتالي اصلا لو false جات في الاول قبل اي حاجة عشان كيها سموها short circuited من غير ما اتفكر ما بتبصش على اي اوبراندس بعد كده لو لقيت انه ال and بالذات لو لقيت انه اول اوبراند بال false خلاص بتنهي العملية خالص وتترجع لك عشان تريح نفسك خالص وبالتالي ثاني واحدة بقى كنا معليش يعني هو انا هستفيد ايه يعني من انا عرف حاجة ازا كده ده انت هتستفيد حاجة مهمة جدا 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 افرد ان انت حاطت الاثنين اوبراند عبارة عن عمليات يعني مثلا عملية بترجع ناتج معين وعملية تانية بترجع ناتج معين ده مثلا هتاخد ثانيتين وده هتاخد ثلاث ثواني وانت شاكك اكتر انه دايما الفولس هيرجع من العملية التانية يبقى انت كده عشان تريح دماغا خالص وتوفر الثانيتين دول حتهم حط العملية الاولانية قبل العملية الايه التانية كده انت فهمت ايه حكاية الشورت ايه الشورت سيركت برضو بالنسبة للأور على طول من غير ما اتفكر هي برضو لو لقيت العنصر الاولاني بترو بها زي الشكلة ما بتبصش لايه حاجة بعد كده بتريح دماغا خالص بتقولك خلاص كده طالما ترو خلاص هو ده انا اصلا اللي عايزه كله ترو هاية واحدة بس والباقي كله ما يعنينيش في حاجة خالص فهمت تاني وهكذا عشان كده سموهم شورت سيركتد وبالتالي اللي يزبط لك اكتر الكلام ده ايه بقى بص معايا افرد ان انا مثلا جيت قلت true and مثلا محمد ومحمد ده كنه متغير هيديك ايه؟ error لانه هيقولك محمد اصلا عباره عن ايه؟ محمد عباره عن متغير غير معرف صح كده؟ طب لو كنا احنا حطينا بقى false and محمد بقى زي الشكلة حترجع لك false ده اكبر دليل هو هو ما بصش حتى على محمد ان كانت متغير ولا لا ولا عصر عايزي بص هو لا فالس على طول في البداية قال لك يا عم انا مش ضعب ببيت لجملة دي ساكملناها طالما غيرت false خلاص كده شكرا ونعطل عاجلة هنا من انا بقى على هذه الشكلة قسها نفس الكلام لو كنت انا قلت true or محمد بالمنظر ده كده كانت داني ايه؟ على طول true ليه؟ هو ما بصش اصلا محمد ده موجوده ولا لا هو عايز true وخلاص مش فاضل بقى بعد كده ايه اللي هيحصل مش مدماغه اصلا وصلت او بالتالي دي كده البوليان ايه؟ البوليان logical operators هنقف مع بعض عند الحد ده وهنستكمع بعض ان شاء الله في المحاضرة الجاية ال conditional operators ال assignment operators و ال common operators علشان نقدر ننتقل بعد كده ايه الخطوة التالية اللي هي خطوة ال statements اللي هي ال conditional statements او الجمل الشرطية ودي حاجة من الحاجات المهمة جدا اللي هنستطيعهم ان شاء الله اشكركم واشكركم في المحاضرة الجاية وساعدتي بكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دقاءة اشتركوا في القناة